تحت مطرقة التقلبات الجوية سجلت الجزائر موسما ضعيفا لمحصول العنب بسبب الأمطار الغير الموسمية وارتفاع درجة الحرارة عوامل مناخية أثرت على فيسيولوجية نبات الكوروم التي سقطت تمارها قبل أن تنضج ما تسبب في خسائر فادحة للمزارعين سقطت أمطار بكمية معتابة عندها بزدف ما سقطت شهداء على مستوى متيجة نحية متيجة 650 ميليمتر واللي هو المعدل السنوي اللي كان 600 ميليمتر ولكن والصرق كان تدب دب ومكاشمة وزعاء في الوقت لهذا شفنا يعني خسائر كبيرة في المنتوج الفلاحي وكان نسل زرعة الكوروم تحاول مكاش الماء نقص أبار المياه وانعدامها في بعض المناطق ثاقم من تحديات الفلاحين في ري أراضيهم ما يستدعي بحسب خبراء حلولاً بديلة كالرهاني على تحلية مياه البحر وكان حتى نسبب المياه الأبار حفظت عندها رباس مين كنا نصيبه الماء على 40 مترات وكنا نصيبه على 100 مترات لذلك ما يشوفوش ثلوج في الجبال لمدة رباس سنوات وهم اللي يعني رحوا يعني مانتوه يعني لنا وهذا يعني سلطات العليا تحطمت وستراتيجية خاصة هي تحلية مياه البحر يعني والله موضوع موضوع هام اللي كنا احنا ندعمه فيه ونبكي الموافذ ونلازم للمواطنين اللي عندهم ونشربوه بعيدا عن التقلبات المناخية يجب اتخاذ إجراءات من قبل الوزارة الوصية لحماية المحاصيل من التلف عن طريق الآليات المتوفرة